عقد نائب وزير الصحة محمد الخطيب اجتماعاً للجنة حوكمة منظومة الرعايات والحضنات مع عدد من قيادات الوزارة لدراسة وتقييم ومتابعة ما تم إنجازه من أعمال تطوير وميكانة منظومة الرعايات والحضنات خلال الفترة الماضية ضمن خطة تطوير منظومة الرعايات والحضنات في إطار تكلفات خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة وطلع نائب الوزير على تقرير مفصل لتحليل بيانات المنظومة الإلكترونية لمشروع الرعايات والحضنات والطوارئ والمرضى الذين تم تحويلهم أو توفير الرعايات لهم من خلال الغرفة المركزية حيث أفاد تقرير أن الفترة من شهر يوليو حتى سبتمبر 2024 شهدت زيادة عدد 123 سرير رعاية مركزة بالإضافة إلى 17 سرير رعاية متوسطة و46 حضانة و41 سرير رعاية أطفال شهدت زيادة عدد 23 سرير رعاية متوسطة شكرا